أضيف شيء آخر وهم أيضا يسعون للحفاظ على سلسلة النتائج وسلسلة المباراة بدون هزمة يعني كل هذه عوامل صح حقيقة هي عوامل تزيد من الضغط على اللاعب المنتخب الوطني يعني يجدون أنفسهم يدافعون على جملة من العوامل يدافعون عليها كما قلت الدفاع على اللقب واحد أيضا دفاع عن سلسلة النتائج وأيضا إلزامية الفوز في المباراة الأولى لمواصلة المشور في أحسن الظروف والأحوال كل هذه عوامل صعبة لكن أنا من ناحية الرياضية أو من ناحية كورة القادم منتخبنا لديه مستوى أحسن من منتخب سيراليون وأحسن من المنتخبات المشاركة في هذه النيئات هذه بدون أن ننقص من قيمة المنتخبات المشاركة